الحمد لله والصلاة والسلام على صلى وبعد أما الأطور الكحولية فلأنها من الأمور النازلة التي لم تكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فللعلماء فيها قولان أحد القولين أنها أخذت حكم الخمر لأن الكحول لا يذكر فأخذ حكم الخمر والنبي عليه الصلاة والسلام لعن في الخمر عشرة أصناف حاملها والمحمول إليه إلى آخره وعلى هذا الرأي فإن الخمر عند الجمهور نجسة إذ الله قال إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه وإن كان من العلماء من قال إن النجاسة معنوية ليست حسية لكن الجمهور على أنها نجسة نجاسة حسية فهذا تجاهم في الفتوى لبعض أهل العلم من معاصرين وقد انتصر لهذا الرأي الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في تفسيره أضواء البيان بينما ذهب فريق آخر من أهل العلم إلى أن الكولونيا ليست خمرا قولا واحدا لأن من شرباها لا يذكر إنما من شرباها يموت متضررا بشربها ولا تذهب بعقله فلذا خالفت الخمر في هذا التوصيف فإذا كانت خالفة الخمر في هذا التوصيف فمن ثم لا تكون نجسة وهذا الذي يظهر أنها مقروها لأن النص ليس فيها بقطي وكونها تأخذ حكم الخمر قولا واحدا قول بعيد لكونها لا تذكر إذا شربت إنما تقتل وتهلك ولكن أيضا لكون الاشتباء فيها وارد فتركوها أولى لكن ليست بحرام فيما أرى والله أعلم